الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم وصفتنا اليوم دجاج انا عاوز اوريكم الدجاج كيف يكون معاكم القرمش من بره يكون فيه طبقة كامل من القرمشة الطريقة دي سهلة وسريعة وكمان ما يعني ما مكلفة عاوز اوريكم كيف يطلع معانا بالمنظر ده كأنه قطعة من دجاج كنتاكي والطعم خيال فيه هناك هات جميلة جدا تعال اوريكم الطريقة والوصفة اول حاجة بتجيبي ممكن تجيبي دجاج عارض قطعيه قطعة صغيرة او افخر دجاج هنحتاج ليه دقيق البهارات فلفل اسود كمون كزبرة وبدرة بصل وكمان لو ممكن من بدرة التوم هنحتاج ليه ثلاثة معالج من الطحين الطحين العادية او ممكن تستبدليه بالفول السوداني شوية من الدقيق هنحلو بشوية من الموية هننزل عليه بكل البهارات اتذكرناه وكمان بالثلاثة معالج من الطحينة الطحينة او الفول السوداني بديه نكهة رهيبة جدا النكهة بتاعته بيكون يعني ظاهر الطعم بيكون لذيذ يعني بديه شوية تغيير الخليط هيكون معاك تقيل يعني ما ما يكون خفيف نفس زي ما ظاهر في الفيديو يعني الخليط يكون تقيل كل حبة من الدجاج تشربيه كويس جدا من الخليط فها كمان هيكون احلى وارهب اذا انتي تبالتيهم الدجاج تبالتيه من بالليل وعملتيه اليوم التاني وفي نفس اليوم بيكون بنفس يعني ما بيتغير لكن شنو الدجاج هيكون اخد كفايته من التدبيلة هنا تغمص كل قطع من الدجاج تغمصيه براه عشان تتاكد انه خلاص اخد من التدبيلة كويس لانه بعدين هو ده اللي هيدي الطعم للدجاج خلصنا التدبيلة بتاعت الدجاج هنجهز جهز الطبقة بتاعت القرمشة هنحتاج ليه دقيق دقيق رقم واحد اللي هو دقيق بتاع الخبايز وكمان هنحتاج انا عملت بس توصة في نوع من البكسومات بيكون بيكون شكله كده استخدمت منه زي اربعة معالك وزا انتي ما عندك ممكن تاخد من الشطة العادية الحمراء هنحتاج للشوفان الشوفان ده مهم جدا في الوصفة لانه بديه طبقة كده مقرمشة والطبقة القرمشة بيكون فيه يعني قشر زي قشر كده طعم بيكون جميل وبيكون القرمشة ظهر فيه الشوفان مهم جدا وكمان ممكن تزيد من البكسومات العادي الدجاج يعني ما تمشي تخطيه شوية كده من شوية كده من الخلطة العملنا وتشيلوا يعني تفتح كل اطراف الدجاج يعني تشربوا تماما من الخليطة الناشف اللي هيعمل له القرمشة كده زي ما انا قعد اوضح لكم في الفيديو عشان بعدين يكون القرمشة تقيلة يعني ما يكون القرمشة بسيط بس من الاطراف لازم تشرب كل الدجاج من الطحين بعده حجيه يزي الزيت يكون غزير وحار الزيت لازم يكون حار وحشان يطلع عليك الدجاج طري من جوه من غير دم في ناس كتار بيشتكوا انه الدجاج بيكون فيه دم من جوه الزيت يكون غزير جدا وحار هتعمل شنو تنزل عليه تنزل بالدجاج في الزيت وحتخليه مصافة طويلة يعني مصافة طويلة تحمير بتاع الدجاج بياخد منك زمن طويل عشان يطلع معاك وما يطلع ني من جوه او يكون فيه دم هتخلي في الزيت مصافة حتوطي النار بعد ما تنزل بدجاج هتوطي النار وتخليه مصافة طويلة جدا هتفضل اتقلب فيه يعني ما هتخليه ساي حتقلب فيه وبعد مسلا زي 6 دقائق وبعد ده هتتعلي النار شوية هتفضل يتقلبي فيه عشان ما يتحرك عشان ما يتحرك ليكي القرمي ش 바�ل ما يتحرك ليكي اهم الشي عشان الدجاج ما يطلع lickه النار يكون الزيت يكون غزير وحار وتكون مواطيه النار وعدد تفضل تقلبي فيه المسافة الاولى زي ستة دقائق سبعة دقائق بعد ده تعلي النار شوي حتفضل تقلبي عشان ما يتحرك بكون القرمشة انتو ظاهرة يعني هو في الزيت القرمشة ظاهر الدجاج كان رهيب جدا بتمنى انكم تجربوا الوصفة دي وما اكون طولت عليكم وازا عجبك الفيديو اشترك في القناة مع السلامة